تضم نافذة ميتريكس بيانات لحظية بيانات عمق السوق ومعلومات من تريد مانجر توضح مراكزك المفتوحة ومتوسط السعر والخسارة وذبح اللحظيين وتسمح لك أيضا بوضع الطلبات ومن خلال الوصول إلى العديد من الأعدادات المتقدمة للطلبات لإنشاء نافذة ميتريكس جديدة، انقر على عيقونة ميتريكس الموجودة داخل Shortcut Bar في هذا المثال سأستخدم نافذة ميتريكس لCSEO يحتوي Trade Bar موجود على اليمين على أعدادات الطلبات وأزرار إدارة الطلبات لنزيله بشكل موقع لنركز على أعمدة ميتريكس ومن ثم سنعيده لاحقا يعرض عمود Price في وسط ميتريكس قائمة الأسعار لرمز محدد الأسعار مدرجة بترتيب تنازلي وحسب أدنى حركة للسعار الأسعار التي يتم التداول بها ستكون بالأبيض بخلفية سوداء الأسعار التي لم يتم التداول بها ستكون بالأسود بخلفية رمدية الأسعار التي لم يتم التداول بها والتي تقع ضمن نطاق التداول ستكون باللون الأبيض بخلفية رمدية غامقة التضليل الأصفر في هذا العمود يدل على آخر سعر تم التداول به على يسار السعر سترى عدد الأسهم أو العقود التي تم التداول بها يضم عمود السعر أيضا أربعة علامات خضراء تدل على أسعار الافتتاح والعليا والدنيا والإغلاق لليوم السعر في الأعلى هو السعر الأعلى السعر في الأسفل هو السعر الأدنى السعر على اليسار هو سعر الافتتاح السعر على اليمين هو سعر الإغلاق في معظم أوقات يوم التداول ستتبع العلامة الخضراء لسعر الإغلاق آخر سعر تم التداول به والمضلل بالأصفر لغاية تحديد سعر الإغلاق من قبل السوق وبدء نشاط ما بعد السوق لاحظ أن أحد الأسعار في عمود السعر ملون بالأزرق وبجانبه الحرف V هذا هو VWAP أو متوسط السعر على الحجم لليوم VWAP هو مقياس للسعر الذي حدث عنده معظم التداول في يوم معين ويتم حسابه بضرب كل سعر متداول بعدد الأسهم المتداول بها ومن ثم قسمة مجموعة كل الأسعار على عدد الأسهم المتداول بها في اليوم يتم حساب متوسط السعر على الحجم من بداية جلسة التداول يمكنك النقر بالكابسة اليمنى على ميتريكس واختيار Reset VWAP بدءا من الآن أو من تاريخ ووقت محددين على يسار عمود السعر يوجد عمود بعنوان Bit Size وهو يحتوي على حجم أو عدد الأسهم أو العقود المعروضة عند كل مستوى سعري العدد بين قوسين هو عمق المزايدة أو عدد Market Makers أو ECNs للمشاركين في كل مستوى على اليمين يوجد عمود Ask Size وهو يحتوي على حجم الطلب وعدد المشاركين في كل مستوى للطلب ستتحرك المزايدات والطلبات بعيدا عن سعر السوق الحالي باتجاهات معاكسة النقر على أعمدة Bit Size أو Ask Size سيرسل طلبا إلى السوق بالسعر المحدد سنناقش كيفية إدخال الطلبات باستعمال هذه الأعمدة في درس منفصل إذا انتقلت إلى اليمين ستجد عمود باسم Volume Bars قطبان الحجم تعرض الحجم ليوم التداول الحالي عند كل مستوى للسعر على شكل مدرش تكراري إضافة إلى ذلك تشير الألوان إلى نصف الساعة التي حدث فيها حجم التداول وكلما ازدادت درجة غمق اللون الأخضر كلما كان وقت حدوث حجم التداول أبكر خلال اليوم يخف اللون بعد أن نتقدم في وقت الجلسة ويكون أفتح ما يمكن في الوقت الحالي يعرض العمود على اليمين المعنوى Volume العدد الفعلي للأسهم أو العقود التي تم تداولها عند كل مستوى للسعر يظهر صف مظلل في كل مرة يكون فيها مركز مفتوح للرمز المعروض في Matrix المراكز الطويلة زرقاء اللون والمراكز القصيرة حمراء السعر المظلل هو متوسط سعر الدخول للمركز المفتوح الحالي في هذا المثال اشترينا 500 سهم CSCO بالسعر المظلل يعرض عمود Orders المعلومات عن أي طلبات منشطة متممة جزئيا أو طلبات قيد الانتظار في هذا المثال لدي طلب باسم SS وهو اختصار Sell Stop وهو سعر إيقاف الخسارة ل500 سهم CSCO أملكه يدل العدد على اليمين على عدد الطلبات المتممة جزئيا في هذا المثال تم اتمام 0 من 500 سهم العمود في أقصى اليسار هو الربح أو الخسارة المفتوحة مبينة بالدولار الأمريكي سيعرض هذا العمود للمعلومات فقط إن كان هناك مركز مفتوح للرمز في الميتريكس القسم العلوي من نافذة المصفوفة يسمى بـ Quote Bar المعلومات في هذا الصف تخص فقط الرمز المعروض في الميتريكس هنا ستشاهد آخر سعر تم التداول به والتغير الصافي من سعر إغلاق الأمس وحجم المركز المفتوح الحالي إن وجد وOpenPL أي الربح والخسارة للمركز المفتوح الحالي وClosedPL أي جميع الأرباح والخسارة المتحققة لهذا الرمز وCumulativePL التي تجمع OpenPL وClosedPL معا الكمية هي حجم التداول مستخدم لأي تداولات جديدة ويمكنك تعديل الكمية بالنقض على الأسهم التوجيهية ويمكنك أيضا النقض على علامة هاش للتعبير عن حجم التداول الخاص بك كقيمة بالدولار يسمح لك Account Number بالانتقال بين حسابات التداول مختلفة إن كانت مربوطة بمنصة Trade Station خاصة بك تسمح لك Access Increment بتغيير زيادة السعر من صف لآخر وفقا للأعدادات الافتراضية الأسعار مدرجة باستعمال أدنى زيادة في بعض الحالات من المفيد تعديل زيادة المحور من أجل متابعة نشاط السعر بشكل أكثر فعالية لنستخدم رمز جوجل على سبيل المثال الفرق بين العرض والطلب لهذا السهم واسع جدا في العادة التقلبات الكبيرة في السعر شائعة جدا لهذا الرمز الأمر الذي يتسبب بتحرك صفوف السعر في المصفوفة إلى الأعلى والأسفل وبشكل سريع جدا أحيانا مما يصعب إدخال الطلبات وإدارتها استعمل الأسهم التوجيهية في عمود Access Increment لزيادة حركة السعر بين الصفوف إذا اخترت 0.05 ستتخطى المصفوفة أي أسعار بينية وستعرض فقط الأسعار على فاصل 5 سنتات وبذلك أحصل على منظر أكثر تركيزا لعمود السعر يرجى العلم بأن استعمال Access Increment أعلى من الحركة الدنيا سيخفي صفوف الأسعار وقد لا تتمكن من الوصول إلى هذه الأسعار عند وضع طلبات أو إدارتها في الميتريكس بالإمكان تشكيل Quote Bar لإضافة أو إزالة أو إعادة ترتيب الأعمدة انقذ بالكبسة اليمنى على Quote Bar واختر Format Columns من قائمة النقرة اليمنى سيدرج قسم Selected جميع الأعمدة المعروضة حاليا يقدم قسم Available أعمدة إضافية يمكنك إضافتها لإضافة عمود أنقر عليه من قسم Available ومن ثم أنقر على زر Add في منتصف الصندوق لإزالة عمود أنقر عليه من قسم Selected ومن ثم أنقر على زر Remove من منتصف الصندوق أنقر على أي عمود في قسم Selected واستخدام الأزرار Move Up و Move Down لترتيب الأعمدة بترتيب مختلف يمكنك إزالة Quote Bar بالنقر بالكبسة اليمنى على المصفوفة واختيار View Code Bar من قائمة النقرة اليمنى لتفعيلها انقر بالكبسة اليمنى على المصفوفة واختر View Code Bar مرة أخرى في أسفل المصفوفة يوجد Order Status Bar وهو يبين معلومات مفصلة حول آخر طلب تم وضعه بما في ذلك الرمز والكمية وسعر الطلب وسعر الإتمام إن وجد والمصار ورقم الحساب وأي رسائل ذات سلة تتعلق بالطلب يمكنك إزالة شريط الحالة بالنقر بالكبسة اليمنى على نافذة المصفوفة واختيار View Order Status Bar من قائمة النقرة اليمنى لتفعيله انقر بالكبسة اليمنى على الميتريكس واختر View Order Status Bar مرة أخرى بالرغم من أنه بإمكانك تحديد الكمية وحساب التداول في Code Bar إلا أنه يمكنك الوصول إلى جميع عددات إدخال الطلب باستعمال Trade Bar و Advanced Order Bar ينبغي أن يكون Trade Bar مفعلا وفقا للأعدادات الافتراضية ومرئيا على الجهة اليمنى من الميتريكس إن لم يكن معروضا انقر بالكبسة اليمنى على نافذة الميتريكس واختر View Trade Bar من قائمة النقرة اليمنى لتفعيل Advanced Order Bar انقر بالكبسة اليمنى على المصفوفة واختر View Advanced Order Bar من قائمة النقرة اليمنى بالإمكان إزالة هذين الشريطين بالنقرة على X في الزاوية العلوية اليمنى من كل شريط يرجى الرجوع إلى دروس إدخال الطلبات في الميتريكس للمزيد من المعلومات المفصلة حول أعدادات ووظائف هذه الأشرطة شكرا لك على أتمامك لهذا الدرس تذكر أن TradeStation Platform Help هي أحد المصادر المتاحة لك من قائمة TradeStation Help في حال كانت لديك أي أسئلة حول استخدام المنصة ترجمة نانسي قنقر